اكد اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية التمثيل المشرف في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين والتي ستنطلق في الثالث والعشرين من يوليو الجاري في العاصمة اليابانية توكيو أولمبية توكيو 2020 مطالبا المنتخبات الخمسة المشاركة لبذل أقصى الجهود لإحراز النتائج المتقدمة التي تليق بالمكانة المتميزة التي تحظى بها الرياضة البحرينية أقليميا وقاريا وعالميا جاء ذلك لدى لقاء سموه بالبعثة البحرينية المشاركة في الدورة من لعبين وإداريين ومدربين عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية وخلال الاجتماع كلف سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة لرئاسة وفد مملكة البحرين بأولمبياتي توكيو 2020 وسعدت سيد محمد حسن النصف نائب لرئيس الوفد ماربا عن ثقته في قدرة سمو الشيخ عيسى بن علي على قيادة الوفد البحريني والوقوف مع كافة المنتخبات الوطنية المشاركة وتمثيل المملكة بأفضل صورة كما أعلن سموه عن اختيار قائد منتخبنا الوطني لكرة اليد حسين الصياد لحمل عالم مملكة البحرين في طابور الافتتاح بدورة الألعاب الأولمبية تقديرا لإنجازاته وعطائه المتميز مع منتخب كرة اليد ولمسيرتها الناصعة بالنجاحات والبطولات والقاسم الشيخ خالد بن حمد كلمة للاعبي المنتخبات أكد فيها على ضرورة رفع راية الوطن والظهور بأفضل صورة مضيفا سموه أن البحرين تسجل مشاركة تاريخية بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها بالأولمبيات وهي تشارك بأكبر وفد رياضي على مستوى دول الخليج العربي وبخمس ألعاب داعيا اللاعبين للتسلح بالروح الرياضية في هذا الحدث الرياضي الكبير والسعي لتجسيد شعار عشان هذا العالم في المحفل الأولمبي للعودة بأفضل النتائج والمستويات مضيفا أن تمثيل الوطن في دورة الألعاب الأولمبية التي يشكل أهم وأكبر حدث رياضي في العالم هو شرف عظيم حضيت به من بين جميع الرياضيين في المملكة وذلك لم يتحقق الأولى الجهود التي بدلتموها بدعم من اللجنة الولمبية والاتحادات الرياضية منوهان إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية تجاه جائحة كورونا وتطبيق مختلف التعليمات الصادرة عن اللجنة المنظمة حفاظا على سلامة جميع أفراد البعتة من جانب عربة سمو الشيخ إيسى بن علي الخليفة عن عميق شكره واعتزازه بالثقة التي أولاها إياه سمو الشيخ خالد بن حمد بترعوس وفد البحرين في أولمبياة توكيو 2020 معاهدا سموه ببذل كافة الجهود لإنجاح المشاركة البحرينية وتمثيل الوطن خير تمثيل وبدوره أشهد سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد لكافة المنتخبات الوطنية وبالأخص منتخبات الألعاب القتالية التي لطالما حظيت بدعم ورعاية من سموه لتحقيق تلك المكتسبات وأن بينها تأهل الملاكم دينيس لاتيوفا لعب توكيو 2020 الذي يعتبر أول ملاكم بحريني يصل للأولمبياد من جانب عبر سعادة سيد محمد حسن النصف عن خالص شكره وامتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على دعمه اللامحدود للبعضة وثقة سموه بتمثيل المملكة لكافة أفراد الوفد الرسمي والإداري التي تعتبر وسام فخر واعتزاز وبدورهم عرب الرؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في الدورة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لدعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لمنتخباتهم الوطنية متمنينا بأن تتكلل جميع تلك الجهود بتحقيق نتائج إيجابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر